بسم الله الرحمن الرحيم وحديث الشيخ العلامة الراحل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في شرحه أو في كتابه الأصول من علم الأصول ومررنا بالمقدمة وأظن أن الحديث وقف بنا عند الأمر والنهي ودلالته ومصادر اشتقاق الأمر والنهي أو مواضعه أو ما يفهم منه الأمر والنهي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء إن الله يأمركم الله عز وجل مقامه العلو فلا يمكن أن يأتي أحد إلى الملك أو إلى الرئيس ويقول إني أمرك أن تعطيني أرضا أو أن تعطيني ناقة أو تعطيني خيمة لأن الأمر لا يكون إلا على مقام الاستعلاء إلى الأدنى ولذلك تجد أمر الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولذلك إذا قال الأصوليون القول الأمر قول يتضمن طلب الفعل أنا أطلب منك أن تفعل على جهة الاستعلاء مقامي أعلى ولذلك مقام الشارع أعلى فهو يأمرنا مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة فخرج بقولنا الأمر قول كلمة قول أخرجت الإشارة كأن أقول هذه إشارة لكن هل تدل الإشارة على الأمر؟ جواب لا ولذلك كما مر معنا الحديث بالأمس في شرط الأصوليين في الحدود والتعريفات أن يكون الحد أو التعريف جامعا مانعا بمعنى أن لا يكون فيه لفظ إلا وهو دال على مدلول محدد وهذا الفرق بين كلام الأصوليين والعلماء وبين كلام الثقافة والمثقفين اللي تجد فيه الخلط واللت والعجن وغير هذا نحن لسنا نعيب الثقافة لكن تلاحظ أن كلام العلماء المعنيين بعلم الأصول والأحكام الفقهية وقلنا بالأمس إنها معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية تجد أن كلام الفقهاء والأصوليين كلام محدد لأن العبارة مقصودة لذاتها مطلوب معناها ومدلولها فقوله قول يعني في تعريف الأمر قول يتضمن عدم فالإشارة لا تسمى أمرا وإن أفادت معنى الأمر وإن أفادت معنى الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحى إثنان من الصحابة أظن عبد الله بن أبي حجرد مع كعب بن مالك في دين بينهما فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر وأشار بيده هكذا يعني أن يكون بينكم الصلح على النصف فهذه إشارة هل دلت الإشارة على الأمر ليكون مقتضاه أن كل من بينه وبين أحد خصومه أن تكون هذه الإشارة دالة على وجوب الاصطلاح على النصف الجواب لا كان ذلك شيئا رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما فقول الأصوليين إن الأمر قول أخرج بذلك الإشارة فلا تسمى أمرا ولو أفادت المعنى ولو أفادت المعنى وخرج بقولنا طلب الفعل خرج به النهي لأنك إذا طلبت من أحد أن يفعل فإنك بذلك أخرجت النهي وهو طلب الترك لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به فيشمل القول المأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس الالتماس إما أن يكون من طرف مساوي لطرف آخر فنقول ألتمس منك فلا يعد هذا أمر ولا يعد طلب وإنما هو يعني فيه وجه مقاربة أو يكون الدعاء وهو من الأدنى إلى الأعلى وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغ القراءن صيغ الأمر يعني ما هي الصيغ التي ورد بها الأمر في التشريع صيغة الأمر الواضح الجلي الصريح الذي لا يشكل على أحد مثل أتلو ما أوحي إليك أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذه صيغة أمر واضحة صريحة ثانيا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة حي هذا اسم فعل الأمر وهي دالة على الأمر ذاته كذلك من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا فإن هذا مصدر لكنه دال على الأمر بالإحسان إلى الوالدين كذلك من صيغ الأمر المضارع المقرون المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله يعني آمنوا بالله ورسوله وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف الشيء بأنه فرض كتب عليكم الصيام فهذا مستفاد منه طلب الفعل إن الله يطلب منا وهو الأعلى سبحانه وتعالى يأمرنا إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصوم ويستفاد أيضا الأمر كما قلنا بعبارة الفرض أو ما دل على الواجب أو المندوب أو الطاعة أو ما مدح فاعله أو ذم تاركه فهذا أمر بتركه أو ترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب إذن الإنسان حينما يقرأ آية في القرآن ويجد أن في هذه الآية أمر صريح أو اسم لفعل الأمر حي على الصلاة أو مصدر نائب عن الفعل وبالوالدين يحسانا فضرب الرقاب المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله هذه كلها يفتم علينا أو عليك يا طالب العلم أن تفهم أن هذه أوامر ربانية أن الله عز وجل يأمرك بذلك ولكن يبقى أيضا دور الفقه والمتفقه في أن يميز بين الأمر هل هو أمر على الوجوب ولا أمر على الندب وسيأتي التفصيل في هذا بإذن الله تعالى كذلك حينما تقرأ في كتاب الله عز وجل شيئا وصف بأنه فرض أو وصف بأنه واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح الفاعل أو يذم التارك أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب فإن هذا مما يفهم منه طالب العلم أو الفقيه أو الأصول بدرجة أعلى أن هذا من الأمر وصيره وما دل عليه طيب إذا أنا قرأت نصا فيه أمر صريح أو فيه اسم فعل الأمر مثل حياء أو فيه المصدر النائب عن فعله مثل وبي الوالدين إحسانا أو فيه العبارة الدالة على ذلك مثل الفرض والوجوب أو فيه الثواب العظيم على الفعل والذنب الكبير والوعيد الشديد على الترك ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي المبادرة والفعل ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمر لا ينبغي لي الله عز وجل هو المالك ونحن العبيد المماليك بين يديه السبحانه هل يسع العبيد أن يتأخروا عن أمر مالكهم؟ هل يسع العبيد أن يرفضوا أمره؟ هل يسعهم أن يتصرفوا في أنفسهم وفي مالهم بغير ما شرعه وأذن به المالك سبحانه وتعالى؟ هو مالك الملك سبحانه وتعالى إذن طالما أنني اطلعت على أمر من الله في الكتاب والسنة أو كان هذا الأمر مما دل عليه أو كان صريحا فإن هذا يقتضي أن الله أوجب علي هذا الفعل ومما يدل على أن الأمر يقتضي المبادرة الفورية والاستجابة العاجلة التي لا ينبغي لأحد أن يتأخر فيها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم دل على أن الإنسان إذا أمر فلم يستجب فهذا دليل على عدم الاستجابة والله عز وجل حذر من أعرض فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب لما يستجيب واعلموا أن الله يحول بين المري وقلبه وأنه إليه تحشرون الإنسان إذا تعود التراخي وعدم المبادرة إلى أمر الله عز وجل كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى العجلة مذمومة في كل شيء إلا في أمر العبادة والطاعة أنك تعجل إليها فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذن الذي يفهم من الأمر هو الوجوب ومقتضى الأمر الواجب المبادرة إلى الفعل والتنفيذ ومن تردد أو تلكأ في ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم قال الشيخ وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل هذا لا يكون إلا على ترك واجب فدل على أن أمر الله ورسوله المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور فورا ومن الأدلة على أنه على الفور قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية كلها خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس يوم الحديبية لما صدهم المشركون عن البيت ما الذي حصل حلق صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يحلقوا وثقل عليهم الأمر أنهم إنما جاءوا محرمين يريدون العمرة وما عندهم شك أنهم سوف يطوفون بالبيت لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم فكيف ولذلك لما قال عمر يا رسول الله ألم تقول لنا إن الله وعدنا أننا ندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا قال هل قلت هذا العام أنا ما قلت هذه السنة أنت ستدخل ستدخل لكن هذه السنة أو السنة التي بعدها الشاهد أن الأمر لما عظم على الصحابة أمرهم النبي أن يحلقوا فلم يحلق ليس ذلك عناد وعصيان إنما لا تزال الواقعة على نفوسهم لأن الإنسان إذا تهيأت نفسه إلى شيء ثم تفاجأ بغير ما تهيأت نفسه له ثقل عليه الأمر إلى حد ما على سبيل المثال لو قلت لي سأذهب أنا وإياك عندنا درس في أمستردام وسألتك أنا أمستردام كم كيلو يعني كم ساعة قصدي الزمن ساعة ونصف فلو قلت لي الزمن نصف ساعة بس واصلي لاحظ أنني بعدها النصف ساعة يثقل علي الزمن بعد ذلك ولو قلت إن أمستردام ثلاث ساعات تهيأت نفسي لثلاث ساعات ولو بلغناها في ساعتين لكنت سعيدا لأن تهيئ النفس على الشيء يعطي قوة ولذلك دائما عود نفسك وهيئ نفسك واملأ قلبك واملأ عزيمتك أن تكون متهيئا للعزائم والعظائم حتى تجد أن كل ما تلقاه دون ذلك أما من عود نفسه على أن الحياة هي الريشة والقطرة السائلة والوردة الناعمة كلما واجه أمرا خشنا صعوب عليه وشق عليه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يحلقوا وقد تهيأوا أصلا للعمرة والدخول وغير ذلك تأخروا في هذا غير عناد ولكن من هول ما كان فاستشار أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت يا رسول الله احلق فإذا رآك الناس وقد حلقت بادروا بذلك لأن التأسيب الفعل أبلغ تأثيرا من التأسيب القول وما كان الصحابة يترددون فعله وقوله عندهم معظم جميع لكن تأثر النفس بالمشهد أعظم فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحلق تبادر الصحابة إلى بعضهم كل يحلق رأس الآخر حتى كاد بعضهم يخشى على الآخر من سرعة هذه المبادرة أن يجرحه موس أو غير ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلم رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت احلق أنت يا رسول الله ثم ستراهم يفعلون وفيه فائدة أن الرجل يستشير المرأة في بعض الأمور وسوف يجد عندها رأيا حكيما وقولا سديدا ومشورة صائبة ليس كما يظنه البعض أن النساء ليس عندهن إلا كذا وكذا ولهن كذا وكذا ولا يلتفت إليهن في شيء أبدا ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لإسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب والمبادرة هو الفعل الفوري مباشرة لكن يخرج عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك إذن كيف أفهم إن هذا الأمر الذي أعلم أنه أصلا على الوجوب إلا أنني فهمت أن هذا الأمر ليس على الفور أو أن هذا الأمر ليس واجبا وإنما هو مندو مثال ذلك الندب يعني بعض الأمور تجد فيها صيغة الأمر تفهم منها الندب مباشرة كقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أليست كلمة وأشهدوا أمر صريح على الإشهاد في البيع بلى فالأمر بالإشهاد على التبايع ليس ما صار على الوجوب عندنا دليل آخر عندنا قرينة صاري فما هو النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد اشترى فرسا من عربي ولم يشهد على ذلك أو يدل الأمر على الإباحة سبحان الله كيف يكون الأمر واضح ثم بعد ذلك يدل على الإباحة كقول الله تعالى وإذا حللتم فاستعدوا لأن كلمة فاستعدوا كان يقتضي لو لم نفهم أن الأمر بعد الحضر الأمر بعد المنع والحضر لو لم نفهم أنه دال على الإباحة كان وجب على كل حاج أن يأتي معه ببندقية حتى إذا تحلل يوم النحر أخذ يبحث عن صيد ويصيد إذا حللتم فاستعدوا وإلا يأتي بسهم المهم أن يأتي بصيد لكن فهمنا أن الأمر فاستعدوا للإباحة لأنه جاء بعد الحضر اللي أنهي في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فدل على أن الأمر بعد الحضر دال على الإباحة وأن الحضر المتقدم على الأمر يخرج الأمر اللاحق عن الوجوب إلى الإباحة ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محضور كقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يعني حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج هل معناه أنه افعل يعني يجب عليك أن تفعل هذا الشيء وإلا هو نفي الحرج عما فعلته قدمته أو أخرته كمن حلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة أو أن يكون نحر هديه قبل أن يحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة أو طاف بالبيت أو سعى قبل الطواف في يوم النحر كما في حديثي كما عند أبي داود في الموطأ من حديثي مالك بن شريك قال رجل يا رسول الله إني سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج إنما الحرج على من اقترض من عرض أخيه المسلم شوف لاحظ كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم في يوم المناسك وأحكام يوم النحر وأفعاله ثم يربط الناس بقضية الأعراض والكلام في فلان وعلان وزيد وعبيد فيقول افعل ولا حرج فكلمة افعل جاء قول بعدها قوله لا حرج فدل على أن هذا إشارة إلى إباحة التقديم والتأخير وليست كلمة افعل دال على ويجب عليك أن تفعل هذا الشيء ولا تفعل غيره كذلك التهديد كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل للتهديد يعني ما يجي واحد يقول يا أخي أنا كفرت لأن الله عز وجل أعطاني حرية قال فمن شاء فليأمن ومن شاء فليكفر مدام هذه حرية أنا خليني أكفر يعني كما أعطاني لا نقول لا هذا جاء في سياق التهديد وفي سياق الوعيد فدل على أن ذلك دال على التهديد والتحذير من فعل كفر مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم هل هذا معنا افعل ما تشاء تزني تشرب خمر تفعل قمار تفعل كذا تفعل كذا لا هذا جاء في سياق التهديد والوعيد والأصل في الأمر الواجب أن يفعله الإنسان وأن يبادر إلى فعله فورا لكن يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي في صور لها قراء ودلائل مثال ذلك قضاء قضاء الصيام الفائت من شهر رمضان الأمر بالقضاء واجب للا فعدة من أيام أخر يجب على الإنسان أن يصوم ما فاته ولكن ما هو الدليل على أن القضاء ليس على الفور وعلى التتابع أنه لا يجوز للإنسان يعني قد يأتي أحد يقول شف أنت فاتك عشرة أيام كنت مريضا في رمضان البعيد فعليك أن تقضي هذه العشرة متتابعة في شوال فورا قل لا يا أخي ما عندك دليل على وجوب التتابع في القضاء ولا عندك دليل على الفورية في القضاء إيش الدليل؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في الشعبان القادم يعني يمر ماذا؟ يمر شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ويحسب من محرم إلى شعبان القادم يعني يمر عشرة أشهر أو أحد عشر شهر بعد ذلك تقول وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تريد أن تكون صائمة في يوم أو في وقت يحتاجها صلى الله عليه وسلم ولو كانت تأخير محرما لما أقرت عليه هل يعقل أن عائشة تؤخر قضاء رمضان ويقرها النبي على هذا التأخير؟ الجواب لا إذن دل على أن تأخير القضاء جاء الأمر به موسعا وفيه فسحة ولو قضي على التراخي فليس في ذلك في حرج إلا لكن عائشة لها عذر مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته صلى الله عليه وسلم البشرية إلى أهله وزوجه وهي أحب نسائه وأصغر نسائه فالأمر له شأن لكن بعض الناس تجده يؤخر ويش عنده؟ ما عنده شغل بس يبغى يأكل ويشرب لا أن يبقى يأتي رمضان القادم ثم يسأل مشايخ شيخ والله نعالي عشرة أيام وبقي على رمضان خمسة أيام ويش نعمل بالخمسة الباقية؟ أخلي زوجتي تصوم عني؟ يعني تأخير لا موجبة له ولا مبرر أيضا ما لا يتم المأمور إلا به مسألة أصولية مهمة يعني أنت مأمور بشيء ولكن لا يتحقق هذا الأمر إلا بشيء آخر مثال ذلك أنت مأمور بالصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة والإنسان عنده ما شاء الله بعض الشباب ملابسة كلا نقول يجب عليك وجوبا أن تشتري لباسا ساترا تستر به عورتك فتصلي صلاة قد استجمعت شروطها ومن شروطها ستر العورة لأن الصلاة آجبة وشرط الواجب واجب فلا بد أن تفعل الشرط وجوبا الأصل أن الإنسان لا يجبر على الشراء لكن لما كان شراؤه لما يستر به عورته تحقيقا لشرط الصلاة كان هذا الشراء واجبا ولو كان أصل الشراء مباحا في أصله مثال المندوب التطيب للجمعة فإن الإنسان يتطيب إلى الجمعة ويغتسل ومسألة أصل الجمعة هذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخ الألباني وبن باز رحمهم الله في مسائل كثيرة وأنا دائما أركز على ذكر الخلاف بين العلماء الثلاثة وبن باز وبن عثيمين والألبان إليه حتى يرحم بعضنا بعضا حتى يتلطف بعضنا ببعض عند الخلاف حتى لا نكون أحزاب وشيع وطوائف وعدوات لأن فلان يخالف رأي فلان وفلان لا يحب فلان يا أخي قد اختلف بن باز وبن عثيمين في مسائل كبيرة والألباني ما سمعنا أحدا شرد أو ثرب أو حزب أو صنف أو قال أو اغتاب أو وقع في عرض آخر طيب إذا كان إذا كان الأمر الواجب يستدعي فعلا أو من شروطه شيء يستدعي شرطا فإن شرط الواجب يعد واجبا كذلك التطيب للجمعة إذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا يعني أنت لما تيجي تشتري قارورة عطر قبل أن تدخل المسجد وتتطيب بها في ثوبك وفي يدك ثم تدخل تخيل لو كل واحد سوى هذا الشيء صار يوم الجمعة يوم العطور الفواحة ويوم يعني متعة الشم المتميزة من الروائح الجميلة لكن هذا يكوح بالثوم وهذا يكوح بالبسطيلة وهذا يكوح بالحريرة وهذا بطنه مليء ما أدري بالمحنشة وهذا يا أخي تعال تطيب واغتسيل وتنظف وتطهر وخلي المسجد يكون يعج يعني لو أن أحدا حضر اجتماعنا أول ما يتبادر إلى ذهنه هذه الروائح الجميلة اجتماع المسلمين يدل على النظافة بالوضوط يدل على العطر يدل على الروائح الزكية إذن هذا مما يحبب الناس في ديننا فلننتبه إلى هذا المعنى فإذا كانت تطيب للجمعة مندوبا فشراء الطيب يعد أمرا مندوبا يعد أمرا مندوبا فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعمى منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد وبالمناسبة يا إخوان هناك علم سهل ولذيذ وحلو وبسيط جدا اسمه علم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية لو أن أحدا استمتع بالنظر والقراءة فيه حتى من سهولته تستطيع أن تقرأ وتفهمه لو لم يشرحه لك شيخ علم مفيد لكنه فائدة القواعد الفقهية أن القاعدة تجمع تحت عنوانها أفرادا كثيرا من المسائل فائدة القاعدة أول شيء القاعدة لابد أن تكون حتى تكون قاعدة لابد أن يكون للقاعدة أصل يدل عليها من الكتاب والسنة أصل من الكتاب والسنة ما يجي واحد يقول أنا عندي قاعدة فقهية لازم تعملون بها لا ما في قاعدة فقهية من رأس زيد وعبيد أي قاعدة فقهية فثق أنها مبنية على أدلتها من الكتاب والسنة ولذلك الذي يدرس في علم القواعد الفقهية أول ما يدرس في القاعدة دليل القاعدة من القرآن دليل القاعدة من السنة ثم يأتي إلى تطبيقات القاعدة وشروح القاعدة مثل الأعمال بالنيات هذا نص صريح لكنه دل على قاعدة العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا الألفاظ ولا المباني هذا الجانب هذا اللفظ أو هذا السطر هو حج في القضاء الأمريكي والبريطاني والشرقي والغربي والفرنسي والروماني وقبل ذلك الشريعة وأيضا قاعدة المقاصد معتبرة وش دليلها؟ إنما الأعمال بالنيات وقس على ذلك فالشيخ هنا يقول أن المأمور إذا اقتضى شيئا فإن هذا الشيء الذي اقتضاه المأمور يعد واجبا إذا كان المأمور به واجبا وإذا اقتضى أمرا مندوبا فإن فعل مقتضى ذلك المندوب مندوبا كما قلنا في شراء الثوب لستر العورة للصلاة الواجبة فالشراء الثوب يعتبر واجبا لستر العورة لفعل الصلاة ومثله الطيب يعتبر مندوبا لتحقيق التطيب لأنه مندوب يوم الجمعة فالقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها الأحكام أو الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا حرم الله شيئا حرم السبيل إليه حرم الله الزنا فحرم النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحرم الخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وحرم الخضوع بالقول فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وحرم فعل ما يحرق الشهوة فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن فتلاحظ أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل سبيل أفضى وانتهى إليه انتهينا من هذا الأمر ندخل بعد أن انتهينا من الأمر ندخل في النهي ما هو النهي النهي قول وأخرجنا بالقول إيش الإشارة النهي قول يتضمن طلب الفعل لطلب الكف يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء من الذي ينهى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر النهي أعلى إذن النهي قول على وجه الاستعلاء في طلب الكف بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون المضارع ما هو الماضي وما هو المضارع وما هو الأمر وحد يعطيني مثال الفعل الماضي كاتب درس وزن زرع حصد طيب المضارع يأكل يدرس يقرأ يعمل يتكلم إذن النهي قول بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا لأن لو قلنا أن النهي هو أترك لدخل في الأمر بالكف وهذا هو الأمر حتكلمنا في الأمر قلنا هو قول أخرج الإشارة وطلب على وجه الاستعلاء بالفعل لكن بالنسبة للنهي قلنا قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا أن ناهية فإذا وجدت المضارع مسبوق بلا أن ناهية في فرق باللا أن نافية ولا أن ناهية من يعطيني مثال على لا ناهية ولا نافية هذا ناهي ولا نفي نهي طيب نفي لا أقتل أنك وستويت لك أنا هذه لام التوكيد حفظك الله هذه لام التوكيد هذه ماء نافية أحسنت لكن لا لا ينهاكم الله نعم نعم فإذا عندنا المضارع إذا سبقته لا أن ناهية فإنه دليل على التحريم مثل ولا تأكلوا تأكلوا فعل ماضي ولا مضارع طيب دخلوا عليه لا أن ناهية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة من يعطينا أمثلة وجزاها الله خير ندعو له ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تتبعوا الشبول فتفرق بكم ولا تدثوا النساء كرها نعم ولا تجسسوا لا يغتب بعضكم بعضا إذن كل مضارع سبقته لا أن ناهية فإن هذه الصيغة دالة على ماذا؟ على النهي فإنها دالة على النهي إذن خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل لو قلت أترك فإن هذا أمر بالترك والنهي لا يأتي بصيغة الفعل المباشر بصيغة الأمر وإنما يأتي بصيغة المضارع المسبوق بلا أن ناهية وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء خرج الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراء وخرج بقولنا صيغة مخصوصة هي المضارع التي تكلمنا عنها ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع وترك وكفة هذه أمر هذه أمر بالترك وليست من طبقة على النهي ونحو ذلك فإن هذه وإن تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا ولا تكون نهيا في كل الحوال أمرتك أن تترك أو نهيتك أن لا تفعل ففي كل الحالتين مقتضى ذلك أنك لن تفعل أمرتك أن تترك هذا الشيء أو نهيتك عن فعله مثل كأن تأتي إلى رجل يشرب خمرا فتقول فاجتنبوه هذا أمر بترك الخمر وكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة طبعا هذا في التدرج في التشريع وقبل نزول آخر آيات التحريم فأيضا هذا نهي عن الشرب ففي كل الحالتين المقصود هو إبعاد الخمر عن هذا المكلف سواء كنت تأمره بالكف وهو يزاوله ويعاقره أو تنهاه عن الفعل قبل أن يفعله من صيغ النهي أن يوصف الفعل بالتحريم من صيغ النهي أن يوصف الفعل بالتحريم مثال ذلك حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم إذن إذا جاء اللفظ صريحا في التحريم فهذا دليل على أن نهي عن فعل هذا الأمر كذلك أن يترتب على الفعل عقاب أن يترتب على الفعل عقاب مثل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إذن هذا دل في سياقه على ترتب العقاب لمن أكل مال اليتام فدل على أن نهي عن مال اليتام مع ورود آيات أخرى صريحة في النهي عن أكل أموال اليتاما مثل أحيانا من صيغ النهي نفي الكون يعني أنه نفي كينونة الشيء أو نفي مشروعية كونية الشيء أو إمكانيته مثل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ما كان لهم أن يستغفروا يعني لا تستغفروا لهم واضح هذا طيب ما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم إذا الله عز وجل نهانا عن شيء وكان النهي فهمناه بمضارع سبقته لا الناهية أو كان النهي بذنب فعل أو ترتب العقاب على فعله أو نفي الكينونة وإمكانية كون هذا الشيء ووقوعه من المسلم وأنه لا ينبغي منه إذا فهمنا من هذه الصيغة أن هذا الأمر منهي عنه فإن هذا يقتضي أن نبادر فورا إلى الإقلاع وأن نكف فورا بلا تأخر ولا تردد يعني الصحابة لما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون قال والله جزيك خير يا رسول الله بس باقي وحد القراءة أنا أريد أن يشرب الباقي لا خلص أراقوا فمن كان في فمه شربة مجها ومن كان في يده كأسا وضعه ومن كان عنده زق شقه ومن كان عنده آنية كفأها كيف فهموا من النهي المبادرة إلى التنفيذ وعدم التأخر هذا في فائدة ويجب أن نطرحها بالنسبة أنتم طالبات علم وإمة مساجد اللي هي تعظيم الأمر والنهي في النفوس ما بال كثير من المسلمين تذكره بأمر الله ونهي الله يقول إن شاء الله واخره لكن خلّه بعد الحج إن شاء الله ولا خلّه بعد كذا بعد سنة ولا خلّه بعد ما نتزوج ولا خلّه بعد كذا من يضمن للإنسان أن يمتد به عمر النهي هنا مسألة مهمة جدا إذا نهينا عن فعل شيء فهل النهي يقتضي الفساد مع التحريم طبعا واضح أن من فعل أمرا نهى الله ورسوله عنه فإنه قد فعل أمرا حلالا لحراما مباحا لمحرما محرما إذن النهي يقتضي ويدل على التحريم لكن إذا دل النهي على التحريم فهل يدل أيضا على فساد الفعل في كل الأحوال فيه تفصيل فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل يعني إذا نهى الله عن شرب الخمر فشرب الخمر حرام النهي عن شربها دل على تحريمها النهي عن الربى دليل على تحريمه النهي عن الخلوة بالمرأة دليل على تحريمه النهي على كذا دليل على التحريم ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد مع التحريم يعني لأنه سيأتينا هذا حرام وفاسد وفي بعض الأحوال يقال هذا النهي دل على فساد على حرمة الفعل مع سلامة بقية العمل ولو استعجلت المثال لو أن رجلا لبس عمامة من حرير فصلى أليس النهي عن لبس الحرير جاءت به الشريعة يجوز لبس الحرير للرجال أم لا طيب رجل لبس الحرير فعندنا نهي عن لبس الحرير وصلى وعندنا أمر بالصلاة فاجتمع في حاله فعلان صلى فاعلا لأمر واجب ولبس الحرير مرتكبا لأمر منهي عنه فهل صلاته صحيحة؟ أحسنتم الصلاة صحيحة النهي هنا لا يقتضي فساد المنهي عنه ولكن اقتضى تحريم نقول لبسه العمامة الحريرة حرامة وأما صلاته فلا يلزم بالإعادة فلا يلزم بالإعادة من الأدل على أن النهي يقتضي الفساد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر نافه ورد يعني الأصل أن النهي يقتضي التحريم والفساد لهذا العموم من عمل عملا ليس عليه أمر نافه ورد أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وهذا واضح لكن قاعدة المذهب عند الحنابلة قاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي في التفصيل أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا مثاله النهي عن صيام يوم العيد فمن صام يوم العيد نقول الله صيامك صحيح لكنك ارتكفت محرم لا لأن النهي عاد إلى ذات الصيام نفسه أو أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا ومثله قصة الرجل الذي صلوا عليه العمامة الحرير نأتي للتمثيل مثال العائد إلى ذات المنهي عنه النهي عن صوم يوم العيدين هذا مثال على أمر نهي عنه متعلق النهيه بذاته مثال ذلك النهي عن صوم يوم العيدين ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة هذا العبادة في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ومثال النهي العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها هنا سؤال طيب وش فرق لما ذكرنا الآن في مثال المصلي هذا صلى وستر عورته بلباس من حرير وهذا صلى وعلى رأسه عمامة من حرير الأول صحت صلاته والثاني بطلت صلاته إيش الفرق هنا حرير وهنا حرير وهذه صلاة وهذه صلاة لأن الأمر المنهي عن هنا تعلق بشرط الصلاة ذاتها في حين أن العمامة ليست شرطا من شروط الصلاة ما شاء الله عليكم فقهاء ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فيما مضى كان الناس يبيعون الحمل وهو بيع الأجنة في بطون الحيوان وهذا يعتبر من البيوع المنهي عنها فالعلم بالمبيع شرط لأنك كيف تشتري هذا الحمل في الناقة وللأسف الآن فيه يعني مقامرات البعض يشتري مثلا حملا في بطن فرس ثمينة غالية القدر بعض الخيل قيمتها سبعين مليون يورو ثمانين مليون يورو عندنا في السعودية بعض الإبل وصلت قيمتها إلى عشرة ملايين أي نعم وبعض الناس يتنافس إلا أن هناك وعي ولله الحمد في النهي عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها أجنة الحيوانات لأنه لا تعلم هل يولد حيا أو ميتا فيقع فيه الغرر والمقامرة والرهان الأمر الثاني لا تعلم هل هو ذكر أم أنثى أحيانا قد تشتري شيئا فيعني إذا كانت مثلا من الغنم تشتري حملا فتنتج اثنين والبيع على واحد الثاني لمن يقول أنا اشتريت الحمل هذا يقول لما بعتك إلا واحد فمثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل لعمامة الحريري فلو صلى إذا الأمثلة السابقة كانت فيما تعلق بذات المنهي عنه وهنا أمثلة لما تعلق بأمر خارج عن ذات المنهي عن مثال ذلك قصة الرجل الذي صلى وعليه عمامة من حرير مثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش هل يبطل البيع ولا لا لا ما يبطل ولا شك أنه فعل محرما والمغشوش له حق في الدنيا أو في الآخرة ما يضي حقها أبدا لكن إذا اكتشفت مثلا أنا اشتريت صندوق فاكهة واضح هذه جسلة الزهور بين عندكم هذا صندوق فاكهة اشتريته فلما جئت إلى البيت وجدت الرجل قد غشني الطبقها الأولى تفاح ممتاز واللي تحت ضربه السوس للآخر كعادة بعض الباعة هداهم الله ففي هذه الحالة نقول البيع باطل هاتف لوسي نقول له ارتكب فعلا حراما ولك لك أن تسترد مالك إذا وقعت الإقالة والتفاسخ بينكم على العقد أو أن تأخذ بدل هذا الصندوق الفاسد صندوقا سليما ولو كان البيع باطلا لم يكن لك خيار إلا أن تسترد المال وترد إليه التفاح فدل ذلك على أن النهي إذا كان متعلقا بأمر خارج عن ذات المبيع أو عن ذات المنهي عنه فمثاله في المعاملة هذا على أن البيع لا يبطل أو العقد لا يبطل وإنما لك في ذلك الأرش أو العوض مثال ذلك بيع المصراة بيع المصراة ما هي المصرات؟ البقرة التي ليس فيها حليب فيحبس صاحبها الحليمة في ضرعها أسبوعا كاملا ثم يأتي بها إلى السوق وكأنها بقرة هولندية ما شاء الله كبيرة جدا ويظن أن الإنسان ما شاء الله سيشبع منه هو جميع ابناء القرية أو كأنها ناقة صالح من كل يبي يشبع منها ثم يحلب اليوم الأول ما شاء الله ممتاز اليوم الثاني ناقص اليوم الثالث اليوم الرابع ما يحص الكاس واحد فنقول هذه المصراة فله الخيار أن يمضي البيع وأن يأخذ الواكس أو الشطط أو فرق القيمة الذي حصل به الغرر أو ذلك أن يفسخ لأننا إذا قلنا باطل فلا يصح الباطل باتفاق المتعاقدين لاحظ الفرق في الباطل والفاسد أن الباطل حتى لو اتفق المتعاقدان عليه فإن اتفاقهما ورضاهما لا يصحح ما تم الاتفاق عليه كما لو اتفق رجل مع امرأة أن يزني بها فهل اتفاقهما وتراضيهما مصحح لهذا الفعل لأن أصل في ذات الحرام والرضا لا يغير في الشيء لكن أصل البيع بيع البقر على البشر حلال ولكن لما دخل الغش في بيع البقر على البشر قلنا إما أن نجيز هذا العقد بالتراضي وترد لنصف القيمة أو أن يكون لي في ذلك عوض مذال أو أن يعني يتسامح أو يتفقان على التفاسف عندنا سلمكم الله ومثال العائد إلى أمر الخارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضيها يعني أحيانا النهي لا يدل على التحريم في كل الأحوال بل قد يدل على الكراهية مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة ولا بضعة بضعة بالفتح نعم بضعة يعني قطعة والبضع هو الفرج نعم لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين إذن واضح أن النهي هنا جل دل على الكراهة ولم يدل على التحريم ثانيا قد يدل النهي على الإرشاد والتوجيه طيب لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول يا معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا مضارع مؤكد بنون التوكيد مسبوق بلا الناهية لا تدعنا نقول خلاص احنا فهمنا من صيغ النهي المضارع المسبوق بلا الناهية نحن نقول لا هذا دال على الإرشاد وعلى التوجيه نقف عند من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي يعني من هو الذي يخاطب هل هو الكبار هل هو الصغار هل هو العقلاء المجانين السفهاء إلى غير ذلك سوف نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله أسأل الله أن يبلغنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا إنه سميع مجيب ويجمعنا بكم في الجنة والذيكم اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا